لدى استقبال سموه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر استمرار الحكومة في تبني الأدوات الاقتصادية التي تفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات المالية والمصرفية للتوسع في أعمالها في مملكة البحرين وشدد سموه بأن الحكومة مستمرة في توجهاتها الداعمة للقطاع المالي والمصرفي ليكون أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي في المملكة عبر توفير البيئة المحفزة لذلك ونوه سموه بالدور الذي يطلع به البنك الأهلي المتحد في تطوير أعماله بالمملكة وخاصة وأنه من المؤسسات المالية العريقة ذات السمعة الطيبة إقليمياً وعالمياً والتي تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة إقليمياً وعالمياً هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم السيد حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد وأعضاء مجلس الإدارة وخلال المقابلة أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرص على تباني الاستراتيجيات التي تعزز دور المملكة كحضن للمؤسسات المالية وأنها في سبيل ذلك مستمرة في تدشين المزيد من البرامج التي تعزز هذا الاتجاه ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإنجازات التي يحققها البنك الأهلي المتحد وبمشاركته الفاعلة في الأنشطة المالية وفي تدريب وتوظيف الكوادر البحرينية باعتباره من المؤسسات المالية والمصرفية التي لها حضورها المميز في المشهد المالي العالمي وقد طلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على خطط البنك الأهلي المتحد وبرامجه الحالية والمستقبلية حيث نوه سموه بتوجهات البنك لتوسيع دائرة أنشطة المملكة مما يعكس الثقة في المناخ الاقتصادي والاستثماري المحفز الذي هيأته الحكومة للمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين وقد توجه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بخالص الشكر لحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تقدمه من دعم وإسناد للمؤسسات المالية العاملة في البحرين وما توفره من تسهيلات وأجواء استثمارية ومناخ مناسب لجذب رؤوس الأموال مشيدا بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تأسيس قطاع مالي ومصرفي في مملكة البحرين له حضوره القوي ومكانته المميزة في المنطقة